براءة من الله ورسوله إلى الذين عادتكم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أن الطير مهجز الله وأن الله مهزر كيفرين وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحد الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبت فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلق الأشهر الحوم فاقتبوا المشركين حيث وجدتمهم وخذوهم وحصنهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استدارك فادره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهر عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونهم بأفوامهم وتابا قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون فيهم من إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينهم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وأن بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشون إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبون الله بأيديهم ويخزين وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دول الله ولا رسوله ولا المؤمنين ونيجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مسجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبقت أعمالهم وفي النيرهم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهددين أجعلكم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات له فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياءهم استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالهم اقترفتمها وقداركم تخشون كسادا ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وبهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كسيرة ويوم حنيم إذ أعجبتكم كسرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحب السم وليتم مذبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جهودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكفرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجسوا فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام من هذا وإن خفتم عيلة فسوف يؤديكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يديمون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يده وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيق بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتله الله أنا يوفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويابى الله إلا أن يتم نورهم ولو كره الكافرون هو الذي أرسى رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لياكلون أموال الناس بالباطل ويصفون عن سبيل الله والذين يجيزون الذهر والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نير جهنم فتقوى بها جباه وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزل لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة طرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زي لهم سوء عمالهم والله لا يهدي القوم الكفرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاق لكم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غيركم ولا تضروا شيئاً والله على كل شيء قدير إلا تنصروا فقل نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني أثنين إذ هما في الغير إذ يقوم لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفل وكلمة الله هي العلي والله عزيز حكيم إنفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرباً قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخربنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستازن كالذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستازن كالذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا لهم عدة ولكن كره الله بعاسهم فسبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأغضعوا خلالكم يبعونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى داء الحق وزار أمر الله وهم كاربون ومنهم من يقولوا زلي ولا تفئني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكيفرين إن تصبك حسنة تسؤوا وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحبى الحسنيين ونحن نتربص بهم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كوتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم فقاتلوا إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يكون الصلاة إلا وهم قسالا ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعربك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهو الكافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولا إنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأا أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يدمحون ومنهم من يلبزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسقطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسولهم وقالوا حسبنا الله سيوتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغاربين وفي سبيل الله ومن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يوزون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يوزون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا منين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مفرد ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نقوب ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن يعفعوا طائفة منكم تعزب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعض من بعض يامون بالأنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مكيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعكم بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وقبهم كالذين خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدني والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم ياتهم أبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وسمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والموتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يابعون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيبون الصلاة ويطيبون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمون الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تدري من تحتها الأمار قالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدد ورضواء من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وارغض عليهم وماواهم جهنم وبيس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أمعناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذرهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لإن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجويهم وأن الله علامهم الذين يدرزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرموا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قلناه جهنم أشد حرا لو كانوا يفقرون فليضحكوا قليلا وليبقوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستاذنوك للقرود فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقرود أول مرة فقربوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسخون ولا تعذبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزل السورة أن آمنوا بالله وداهدوا مع رسوله استاذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنانكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقرون لكن الرسول والذين آمنوا معهم داهنوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأمهار وخالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليوزن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يبدون ما ينفقون حرب إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أبد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يبدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستاذرونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليهم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتبروا لن يوم لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسينبلاه عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انطلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس وماواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشدوا كفرا ونفاقا وأددروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم الحكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة له سيدخله الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهابرين والآمصير والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب العظيم وآخرون اعترفوا بذوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويافر الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيري الله عملكم ورسولهم والؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجعون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليهم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلقن إن أردنا إلا الحسن والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحب أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان الخير أم من أسس بنيانه على شفى جرف نير فانهار به في نير جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانه الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشتري من الأؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوريط والإنجين والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائدون العابدون الحامدون السائقون الراطعون السادلون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربين بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبي إلا عن موحدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه الحليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذا داهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والموابين والأنصير الذين اتبعوا في ساعة عسرة بعد ما كان تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رأف رحيم وعلى السلاسة الذين قلقوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيرهم ظمأ ولا نصبوا ولا مخنصة في سبيل الله ولا يطعون موحي أن يغيظوا الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب له به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقروا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحزرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفير وليددوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أوزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرضوا فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أوزل السورة نظر بعض إلى بعض هل يريكم من أحد صمع صرفوا صرف الله قلوبه بأنه قوم لا يفهمون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رأف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلته وهو رب العرش العظيم